جميعا كان اللي بيقدر يحصل على معلومات اكتر كان بيكسب الحروب نفس الفكرة في اسواء المال المعلومة ممكن تكسب مستثمر مليارات وممكن تخسره مليارات والمحاسبة والمراجعة وكل العلوم والتقارير المالية الهدف منها هو تزويد المستثمرين الحاليين والمحتملين بالمعلومات المالية عن كل منشأة ويبنان على المعلومات دي بياخدوا قراط هيستثمروا في الشركة دي ولا لأ يا ترى ايه هو نوع المعلومات دي وهل اي معلومة هتأثر على قرار المستثمر ومستخدم المعلومات دي ان شاء الله دلنا نعرفه في الفيديو ده السلام عليكم المعلومات يا سيدي اللي قرار المستثمر بيتأثر بيها لازم تكون ذات جودة فكلما كانت المعلومة اجود كلما كان القرار اصوب وهنا بيجي دور الاطار المفهيمي او الـ conceptual framework واللي احد مكوناته هو وضع خصائص نوعية للمعلومات المالية لتحديد جودتها والخصائص دي بتنقسم لنوعين النوع الاول خصائص نوعية اساسية او fundamental زي الملأمة والتمثيل العادل ومن غير الخصائص دي المعلومات هتكون مبتورة ومنقوصة لكن وجود الخصائص دي الوحدها يكفي لتحديد جودة المعلومات المالية النوع الثاني خصائص نوعية تحسينية او enhancing زي قابلة المعلومات للمقرنة وقابلتها الاسبات والتحقق وقابلتها للفهم وان المعلومة تعلن في توقيت مناسب لوقت اتخاذ القرار والخصائص دي من اسمها تحسينية يعني ليست اساسية يعني ما اقدرش اعتمد عليها لوحدها عشان احدد جودة المعلومات والتقارير المالية وده بسبب وجود بعض العوامل اللي بتمنع من ان الخصائص دي تكون اساسية وإلزامية تعالا جدا نشوف الخصائص النوعية الاساسية واللي هي عبارة عن خاصيتين او الخاصية هي الملأمة او relevance عشان المعلومة تكون ملأمة فلازم تكون ذات اهمية نسبية باتيريا لي يعني ولازم كارات المستثمرين الاقتصادية تتأثر بيها وعشان نقول هال المعلومة دي ملأمة ولا لأ فلازم كل معلومة نقدر نحدد من خلالها حاجتين اول حاجة نؤكد البيانات والاحداث اللي تمت والتوقعات السابقة او confirmatory value وده هتلاقيه في الجزء الخاص بمناقشة الادارة نتائج الاعمال او management discussion هتلاقي الادارة بتقولك احنا عملنا جزا وحققناها كزا الحاجة التانية نتوقع بيانات واحداث مستقبلية او protective value والشركة هنا عشان تساعد المستثمر في اتخاذ القرار بتذكر في تقريرها السنوي فقرة اسمها forward locking statement بتقول فيها توقعاتها لمستقبل الشركة عامل ازاي في السنوات اللي جاية وبتذكر فقرة خاصة بالفرص والمخاطر المتوقعة فمثلا وورون بوفيت بيمتلك تقريبا 5% من شركة ابل واللي كوموتها السوقية بتتخطى 2 تريليون دولار وقت تسجيل الفيديو ويقابلها تعلن عن نتائج اعمال الربع الاول من عام 2021 في اواخر شهر ابريل الجاري نتائج الاعمال دي عبارة عن معلومات مالية بتؤكد الاحداث اللي تمت في الربع الاول وتوقعات وورون بوفيت للربع ده مثلا الشركة اطلاقت منتجات جديدة وفي مبيعات حدثت وتمت فهتلاقي ان رقم المبيعات كان مثلا 100 مليار دولار فده معناه ان رقم المبيعات ده بيؤكد الاحداث اللي تمت ومن خلال نتائج الاعمال دي وورون بوفيت هيقدر يتوقع حركة السهم وموقف الشركة واداءها المالي في الربع التاني وبنان على كده هياخد قرار هل يستثمر اكتر ولا يبيع ولا يحافظ على نسبة 5% الخاصية التانية هي التمثيل العادل او الصادق او او وهنا لازم المعلومات المالية تعكس جوهر العملية وليس شكلها القانوني او ولازم تكون مكتملة من جهة الاركام وكافية من جهة الافصاح وتكون خالية من الاخطاء وحيادية ولا تحتوي على تحيز من الادارة قد ينتج عنه تأثير على قرارات وورون بوفيت الاستثمارية يعني زي ما ذكرنا الاحداث الايجابية نذكر الاحداث السلبية هيا، كل كلام الذكرناه دا منطبقوا على المعلومات ذات الاهمية النسبية مثل المبيعات مصنفات البحث وتطوير بمعنى لو كث reste معلومات المعامة بالنسبة للوررين بوفيت مثل المصارف النسرية والادارية البسيطة فى النسبة لل тво base من الكلام الذكرناه دا وللسة سنتظه داب الاخصائص النوعية الأساسية اما بالنسبة للخصائص النوعية التحسينية هنلاقي ان المعلومات المالية لها اربع خواص تحسينية اول خاصية هي كابولية المعلومات المالية للمكارنة او بمعنى أنعوي يمكن أن نقارن أرقام القبوة المالية الحالية بالسنوات السابقة أو نقارنها بشركات تانية في نفس النشاط مثل شركة سامسونج لذا كده يتجد الكعام المالية الرابعة للسنوية litter لكن من شروط المقارنة الصحيحة إن الشرك يكون عندها ثبات الثلاث في السياسات والت限 Roomั้ كما تتاقنها كل سنة ولو حصل تغييرات فيها لازم تتم الإشارة في الإفصاحات إلى التغييرات دي وتدعيات كل تغيير فحتى لو قابل عندها وهي عندها فعلاً السابت ده وورن بافيت هتقابله مشكلة لما يجي كارن أرقام الكوة المالية وهي إن ممكن يحصل حدث يؤثر على أرقام سنة دون الأخرى زي مثلاً كوفيد-19 ولو هيكارن بشركة سامسوم المثقرية يكون في اختلاف السياسات المحاسبية ولو كان الشركتين بيستخدموا نفس السياسات المحاسبية الأشخاص اللي تختاروا بتنافذ السياسات دي مختلفة وكل واحد له حكم مهني خاص به بالإضافة لكده ظروف تشغيل سامسونج قد تكون مختلفة عن شركة أبل وعشان كده خاصية قابلية المعلومات المكرنة تعتبر تحسينية ومنقدرش نقول إن هي أساسية وإلزامية الخاصية الثانية إن المعلومات المالية تكون قابلة للإثبات والتحقق أو verifiability بمعنى إنك تقدر تتحقق وتثبت أي معلومة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة باستخدام نفس المدخلات اللي نتج عنها المخرجات فمثلا إن أدية اللي عندي شركة قابلة حوالي 193 مليار دولار نقدر نتحقق منها بطريقة مباشرة عن طريق عدها أو الحصول على مصادقة بنكية والمبيعات نقدر نتأكد منها بطريقة غير مباشرة عن طريق استخدام مدخلات المبيعات فنشوف عدد الأجهزة اللي تم بيحها قد إيه ونضربها بسعر تبيع هنعرف رقم المبيعات كان كام وطبعا كل الكلام ده بيخص أحداث ماضية وليه مستندات بتؤكده لكن في بعض البنود في القوة المالية من الصعب التأكد منها وإثباتها بصورة كاملة في الوقت الحالي نظرا لإحتواءها على اجتهادات وارتباطها بأحداث مستقبلية زي تكوين المخصصات وتقييم الإسانورية كمان مش معنى إن أنا ضربت عدد الأجهزة المباعة في سعر البيع عشان أعرف رقم المبيعات مش معنى كده إن رقم المبيعات خالي من الأخطاء آه أنا تأكدت من الحزب الرياضية لكن ممكن يكون فيه خطأ في عدد الأجهزة أو سعر البيع وعشان كده خاصية قابلية المعلومات للإثبات والتحقق تعتبر تحسينية ومنقدرش نقول إن هي أساسية وإلزامية الخاصية الثالثة إن المعلومات المالية تكون قابلة للفهم أو understandability بمعنى لازم يتم عرض المعلومات بطريقة واضحة وسهلة الفهم عشان كده بتلاقي في التقرير السنوي كم هائل من الإفساحات وجداول ورسومات توضحية ويكون فيه فهرس بغريب المصطلحات والخاصة بكل صناعة أو اللي بنسميها جارجون وطبعا هنا درجة الفهم للمعلومات بتاعتمد بشكل كبير جدا على كدرات قارئ ومستخدم الكوائم المالية فمثلا أورين بافت هيقدر يفهم كل حرفة في التقرير السنوي ويحللوا بس فيه مستثمرين تانيين مش هيقدروا لكن برغم كل الكلام ده إلا إن هناك بعض المعلومات المالية صعبة الفهم مهما تم شرحها خصوصا للقارئ العادي قليل الخبرة زي مثلا الأمور الفنية والمعالجات المحاسبية الخاصة بكل صناعة وزي المشتركات المالية واللي هي أصلا أغلب إدارة الشركة نفسها مش فهم طريقة عملها عشان كده خاصية قابلية المعلومات للفهم تعتبر تحسينية ومنقدرش نقول إن هي أساسية وإلزامية رابع خاصية هي التوقيت أو تايم لاينس وهنا لازم المعلومات المالية تعلن في وقت مناسب بحيث ورن بافت يقدر من خلالها ياخد قرار وكل ما كان إعلان المعلومة بدري كل Elde كل مكانت مفيدة وعشان كده الشركات المدرجة في البورصة زي الشركة قابل بيفرض عليها إنها تسلم تقريبها الربع سنوي في خلال التي 40 يوم من نهاية كل ربع سنوي وتسلم تقريبها الثنوي خلال 60 يوم من نهاية السنة وعشان كده الشركات ده بتضغط على المراجعين بحيث أي mileage ويسلموا تقرير المراجعة عشان الشركات تقدر تسلم تقريرها المالية خلال الفترة المحددة لكن القوام المالية بتاعك سموك في الشركة وادائها المالي في نهاية السنة ونهاية كل ربع سنوي ورينبافت مش هيقدر يقرأ القوام المالية دي الا في خلال فترة الستين او الاربعين يوم اللي قلنا عليهم يعني المعلومات المالية جادلوا متاخرة الى حد ما بالاضافة لكده ممكن يكون فيه اخطاء في بعض البنوك بتخص سنوات سابقة وتم تعدلها في السنة الحالية وعشان كده خاصية توقيت المعلومات والتقرير المالية تعتبر تحسينية ومنقدرش نقول ان هي اساسية وإلزامية بس كده ده كان فيديو بسيط عن خصاص المعلومات المالية في ضوء الـ اتمنى يكون الفيديو عجبكو وان شاء الله نشوفكم في الفيديو التانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته